موسيقى موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 من مبارح منذ خروج بيراميدز من الكونفيداري الأفريقية يتحدث الناس عن تصريحات الكابتن إهاب جلال الذي تحدث فيها عن أن منتخب مصر معاه يعني مش هيلعب في نفس الملاعب دي وأن منتخب مصر مش هيلعب قدام نفس الحكام دول دي تصريحات وأنا كلمت محاكم فيها مبارح بس فيه كثير من المبلغة في انتقاد الرجل والتصيد للرجل الأول تعالوا لمسك حكاية الكابتن إهاب جلال في رأيي لو يسمح يعني الكابتن إهاب جلال هو عليه ضغوط قريدي عليه ضغوط زي زي أي مدرر مصر هيمسك منتخب مصر هيبع عليه ضغوط قبل ما يشتغل ما يزودهاش بتصريحات يعني يستحسن أنه يبتعد تماما تماما عن هذه الضغوط عشان ما يحمدش نفسه ضغوط أخرى بدون داعي وهو زاكي كابتن إهاب جلال من المدربين الأسكية جدا تحديهم في تصريحاتهم وهو قليل الكلام جدا فما يركس مع الناس اللي بتنتقد أو الناس اللي بتحاول تهد قبل ما احنا نروح ونبني فما يركس معه ده إنه جزئية الكابتن إهاب جلال جزئية بتاعت الجماهير فكرة التشاؤم الشديد من البعض حول الكابتن إهاب جلال لأ وارد جدا الكابتن إهاب جلال ينجح إن شاء الله ينجح وارد جدا ينجح وهديك دلائل لما جبت كالوس كيروش كان عندك أمال عظيمة وكبيرة منذ الأعلان رسميا عن تعينه ويهي يعني ما كسبش بطول أنا في رأيه طبعا أنه هو عمل أداء رائع أنا دايما مسجل الرأي ده أداء رائع كنتائج يعني خفير أجيري كان عندنا أمال وطموحات كبيرة معاه أول ما تعين وقلنا ساعتها إنه الأداء يحلوه بقى المنتخم مصر أفضل من الأداء بتاع هكتور كوبر وأجيري هياخد منتخم مصر في حتة تانية وأجيري ما نجحش خالص لا على مستوى النتائج ولا على مستوى البطولات كانت تحصل شحاتها نفسه لما تم تعينه مديرا فنية لمنتخم مصر تم انتقاده كثيرا جدا ويتقال إنه مجرد مدير فني الفريق درجة تانية أصحيح عمل إنجاز مع فريق مقهور العرب ولكن هو ملوش خبرات كبيرة ومش هينجح مع منتخم مصر ونجح نجح باهل مع منتخم مصر فمش شرط توقعاتنا مش شرط تفكيرك إنه المدرب حجم إنجازاته السابقة هي اللي تخليه ينجح ولا لا ده يحصل مع الكابتن آياب جلال ممكن ينجح نجح باهل وإن شاء الله ده يحصل عشان هو رجل عنده خبرات رجل عنده فكر رجل عنده شخصية رجل بيعرف يعمل أداء محترم في كل الأحوال كل التوفيق للكابتن آياب جلال نهدى شوية عشاننا منتخم مصر بالنسبة لنا كلنا منتخم مصر فعايزينه ينجح وعايزين كابتن آياب جلال ينجح عشان هو اسمه المدير الفني لمنتخم مصر مكملين مع حضراتكم كلام كتير عن الكرة المحلية كلام كتير عن الكرة العالمية مع الصديق العزيز محللنا الرياضي فاروق عسام بعد هذا الفاصل خليكم موسيقى اهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونوارني في هذا الفقرة الصديق العزيز محللنا الرياضي فاروق عسام يا فاروق مشرفني ونوارني دايما بسعى بتواجدك معي شكرا الكريم وانا اللي مبسوط دايما بتواجد معاك أخبرك ايه؟ زي الفل كله زي الفل كانت مواضيع كتير عايزة كلامك فيها النهاردة بس حتى هذه اللحظة من يوم الجمعة اللي فاتت في حالة انقسام عند جماهير النادي الاهلي هو موسيماني قدار مباراة الرجاء بشكل جيد ولا قدارها بشكل سيء هل موسيماني زي مرموز في النادي الاهلي قاله انه ممكن يكون مدرب لو يضيك بالنادي الاهلي رغم كل الانجازات العديدة اللي عملها اللي موجودة على السوشال ميديا تحديدا ومن بعض كمان نجوم ورموز نادي الاهلي رأيك في ايه؟ خلينا نتكلم في البداية ان موسيماني يليق بتدريب النادي الاهلي او لا اعتقد ان دي قصة انتهت من بداية الرجل مع النادي الاهلي اتعرض لهجوم شديد وقاله انه هو لا يليق لحد ما حقق البطولات والانجازات اللي ما حققهاش مدربين كتير جوم على تاريخ النادي الاهلي فقصة ان هو يليق او لا يليق خلاص انتهت وهو يليق فعلا بتدريب النادي الاهلي عظيم يمكن بس الفكرة اللي ممكن تتناقش او الجماهير بتتناقشها هل تموح موسيماني او التحدي القادم خلاص بعد بطولة افريقيا الحالية ممكن موسيماني ياخد تجربة اخرى وتوصل لمرحلة النادي الاهلي ان هي تبقى انتهت مع موسيماني ان هو حقق كل الانجازات الممكنة ان انت بالوصول للبرونزية كاس العالم لاندي اعتقد ان الاهلي صعب يوصل لأكتر من كده ممكن يوصل للمباراة الناقية ده مش بعيد بس هو خلاص حق الانجازات الممكنة مع النادي الاهلي فاحنا بنتكلم في نقطة طموح النادي الاهلي الانقسام على موسيماني يمكن جماهير النادي الاهلي دايما جماهير متطلبة بشكل كبير جدا جماهير النادي الاهلي بتبقى كسبان المباراة فرق واحد وفرق اثنين وبتبقى عايزة فرق اربعة وفرق خمسة تكسب بطولة افريقيا للمريتين متليتين وما يبقىش كفاية بالنسبة لك طبعا ولو لعبت مباراة واحدة باداء مهتز او اداء يمكن دفعت شوية لبعض الدقائق ده ما بيرضيش جماهير النادي الاهلي لان جماهير النادي الاهلي شبه جماهير برشلونة شوية في اسبانيا يمكن كان رونالد كومان او ممكن يحقق نتائج لكن الاداء غير جيد فكان بيبقى بيتعرض لهجوم كبير لحد ما تغير رونالد كومان موسيماني في مباراة العودة تحديدا ضد الرجاء لعب مباراة جيدة جدا قبل الهدف اللي سجلوا منعم في الشوط الاول الاهلي كان مستحوز على المباراة بشكل كبير جدا اتعرض لهدف في البداية وده مش سهل ابدا ابدا انت تتعرض لهدف في بداية المباراة بيقدر يخلي الخصم بتاعك يحقق هدفه في المباراة ويرجع في النتيجة لكن رغم كده شفنا الاهلي سابت في الملعب شفنا اداء جيد جدا شفنا استحواز يمكن النقطة اللي بيتكلم فيها جمهوري النادي الاهلي او الفئة المعترضة من جمهوري النادي الاهلي هو قدرت الشوط التاني انت فرقة مستحوزة ومسيطرة على الملعب بشكل كبير مالوش داعي ابدا ان انا اخرج حسين الشحات والعب اتنين بس لعيبة تقدر يبقى عندها حلول هجومية ده ادى انطباع كبير جدا عند رشيد التوصي ولعبت الرجاء ان الاهلي خلاص متراجع دفاعيا وانت كنت مسيطر على اللعب دايما فيه مقولة كده البيب جوارديولا مهمة جدا بيقولك انا الكورة طول ما هي معايا ومع لعبتي انا متطمد فانت الرجاء انت متفوق عليه فنيا ومتفوق عليه معنويا في الشوط الاول بشكل كبير جدا كان لازم تستمر بنفس الضغط ده ما ينفعش ان انت اقول لك مصطلح حلو او ان انت نفعش تبقى تجليات كورة القدم تسيب تجليات كورة القدم هي لتتحكم فيك في الشوط التاني من دياء ستين لحد دياء تسعين ان الاهلي بيدافع بشبه اربع العيبة داخل منطية الجزاء برجوح حمدي فتحي مع سلاسي خط الدفاع هي دي النقطة الكبيرة اللي بتتكلم عليها جمهير النادي الاهلي واللي لازم مستر موسيماني ياخد باله منها كويس جدا ان انت مش مطالب مع النادي الاهلي ان انت تسيب فرصة للحظ او فرصة لكورة ثابتة وزي ما شفنا خطأ في دياءة تسعين كان من محمد هاني كان ممكن يكلف الفريق التعادل في نتيجة الزياب والياب ورقلات الترجيح دايما قريبة اقول لك النقطة اللي ممكن اخدها على موسيماني بسرعة انا فاكرة انا زي زيك مفيش خلاف ان موسيماني مدارب ناجح مفيش خلاف ان موسيماني يستحق الاستمرار مع النادي الاهلي انا ما قدرش يبع عندي مدارب بكل هذا النجاح وقول لا اصلا ما ينفعش يكمل مع الفريق عشان اعمل اداء مش كويس او اداء فني مش عاجبني بس ساعات بحس موسيماني هو موسيماني سانداونز اللي هو سانداونز لما ياخد بطولتين وارا بعض هتبقى ينجاز عظيم جدا ودا اقصى طموح ممكن يوصله ب brinc سامويماني مع فريق زي سانداونز بس مع النادي الاهلي وطموح جمالين النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وطاريخ النادي الاهلي لأ بطولتين عادي اه بطولتين غاليين طبعا في تاريخ النادي الاهلي بس بالنسبة جمالين النادي الاهلي لا شوفنا زيهم قبل كده وانا عايز تاني وثالت ورابع كسبت اتنين لو خسر المرة دي هيبقى عليه هجوم وانتقاضات وأمور صعبة فسعب أحس أنه هو لسه موسيماني الجنوب أفريقيا اللي لسه موجود مع سان داونز الشخصية اللي لسه ما اتطورتش شوية مع شخصية النادي الأهل يمكن موسيماني حق نجاح مع سان داونز وخد بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن بعد كده فين سان داونز تراجع وما قدرش حافز على اللقب لكن مع النادي الأهلي أعتقد أن موسيماني نفسه هو أكتر واحد مستمتع بتدريب اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي انت بتضرب أفضل لعيبة في قرية أفريقيا وبتقدر معاهم أن انت تلعب بكل تقريبا طرق اللعب اللي موجودة في كرة القدم الأهلي الموسم دا لعب بتقريبا شبه كل طرق اللعب لعب 3-4-3 لعب 3-5-2 لعب 4-3-4-2-3-1 4-4-2 كمان في المباراة الأخيرة فهو مش هيلاقي الكواليت دا موجود في أي فرقة تاني في أفريقيا أنا أقس في المعطة انت يراك في القصة دي أصل انك تلعب بكل طرق اللعب دي في موسم موحد خلينا أقول لك يا كريم أنا في القصة دي بالذات أنا في حضرت المؤتمر الصحفي لموسيماني ورشيد التوصي وتعمد تسأل مستر موسيماني سؤال مهم جدا هل تغيير طريقة اللعبة بتاعتك خلال الموسم بتشكل إزعاج للخصم أنه هو يتوقعك في المباراة ولا بتأثر على انسجام لعيبتك انت في المباراة يمكن هو حاول طبعا عشان ما يزهرش للخصم اه الخطة اتكلم انه هو لازم يطوع لعيبته دايما انه تلعب بأي طريقة لعبة ويطوع لعبته ان اللعبة في الدوري غير اللعبة في دوري أبطال أفريقيا تعمدت بعديها أسأل رشيد التوصي على نفس السؤال هل انت تأثرت ان الاهلي مش معروف لا اللعبة اللي بتبدأ المباراة ولا طريقة اللعبة قال طبعا الاهلي فريق كبير وده يمكن شوية ممكن يربك بعض المدربين لكن انا متوقع ان مباراة كبيرة من النادي الاهلي فانت دايما مشكل للخصم بتاعك ارتباط كبير قبل ما بيلعبك الاهلي هيلحب بتاعة اربعة ثلاثة هل انا اوقف الطرفين هل هيركز على العمق هل علي معلول هيلحب وراء مدافع فهيضطر ان هو يتقدم قدام كتير هيلحب باربا اربع مدافعين دايما فيه توقت دايما خلينا سألك السؤال يا فروق لما تبص على الفرق الكبيرة في العالم فيه طريقة لعب سابتة ممكن يغير فيه مباراة او اتنين ممكن وارد ظروف المباراة تخليه غير التحديد اللي بيعمل كده ممكن بيب جورديول هتلاقي ريال مدين بيلعب غالبا بنفس الطريقة ليفربول بيلعب بنفس الطريقة هتروح ايطاليا انتر او مين هتلاقيهم بيلعبوا بنفس الطريقة بريس سان جرمان بيلعب بنفس الطريقة الفرق الكبيرة تحديدا هي عندها شخصية وتفرضها على المنافسين مش تتعامل مع المنافس بطريقة لعبة مختلفة يعني ده تصوري للنادي الاهلي ده انا مستر موسيماني يمكن بيعاب عليه شوية الاوفرسينكينج او التفكير زيادة عن نزوم قبل المباراة لانهو عنده فريق تحليل اداء كبير جدا بيسمع له بيشوف الفيديوهات كتير فبيبقى دايما عايز يقفل كل نقطة الضعف بتاعت فريقه ويركز على نقطة القوة بتاعت الخصم فده بيخليه غير دايما في الافكار وطرق اللعب يمكن ما كانش حد متوقع ان هو يبدأ بحسين الشحات وطاهر في مباراة العودة رغم ان طاهر بعيد بقاله فترة وما كانش موجود بصفة اساسية لكن هو الرجل قال انا هلعب على الهجمة المرتدة وهتوتاح ليه مساحات فهم الاتنين افضل اتنين عندي مع انه هو لو لعب بحمد عبدالقادر وقفشا جايز جدا بطريقة اللعب العادية للنادي الاهلي كان يستحوز على المباراة ويهيمن عليها من البداية ويقدر يسجل اكتر من هذا فالاوفرسينكينج دايما عند مسيماني ممكن يشكله مشكلة كبيرة في المباراة اللي جاية خصوان في نص النائق وفاق ستيف يمكن انا شفت مباراته مع التراجي مبارات الزهاب في ملعب خمسة جولية وفاق ستيف مش الفريق المرعب اه فريق قوي ومش عايزين النبرة بتاعت التراجي خرج وفاق ستيف المفاجأ انا اول مرة دايما اشوف ان الفريق الفايز هو الفريق الاضعف الفريق الفايز هو الفريق الاقوى وفاق ستيف فريق قوي ولكن هو فريق يعني الأهل يواجه أقوى منه في النسخ السابقة بكتير فإحنا عايزين الأهل يلعب بثقة في مباراة العودة وأهم شيء تفادي الأخطاء اللي ظهرت في مباراة الرجاء كان فيه أخطاء كان فيه أخطاء الشوت الأول في مباراة الزهاب الأهل يحسنوا أربع أحداث نظيفة بسهولة في ملعب السلام وسط جماهيرك لازم يبقى فيه تركيز ولازم يتنبه على محمد شريف وبرستاو اللعيبة الهجومية في النادي الأهلي التركيز محمد شريف في مباراة العودة كان بكورة بسيطة لأحمد عبدالقادر يقدر ينهي المباراة وينهي كل حاجة لكن ده غياب التركيز أنت مهاجم مختلف وبتلعب في النادي الأهلي ده معناه أن الفرق ما بينك وبين أي مهاجم تاني أن أنت بتخلص من أهل لفرصة أن أنت عندك تركيز داخل منطقة الجزاء ده اللي بيميزك عن أي لعب تاني في النادي الأهلي فلازم الحسم مباراة الزهاب ومنكررش الخطأ بتاع إضاءة الفرص السعلي النقطة المهمة التانية بتاع العيبة وسط الملعب في النادي الأهلي السلاسي حمدي فتحي وديانج وعمر السلية إيه التفضيل ألعب باثنين منهم في طريقة لعبة أربعة أثنين ثلاثة واحد اللي أنا بلعب بها على الأرض عشان تشكل لي دوافع كسافة هجومية وكسافة أكتر في العيبة المهاجمين ألعب بديانج وحمدي فتحي ولا ألعب بالسلية وديانج ولا ألعب بحمدي فتحي والسلية دايماً في حيرة في النقطة دي أهم حاجة أعتقد أن المباراة اللي فاتت أثبتت بملادع مجالاً للشك يعني أن عمر السلية لعب لازم يبقى موجود صنائية حمدي فتحي وقاليو ديانج مع بعض شفناها في مباراة المصري مش مباراة المصري بس مباراة كتير بيبقى عندها مشكلة دايماً في اللعب الديب لاينج اللي هو بيقدر يتقدم بيقدم الكورة عندك لمناطق الهجومية يمكن حمدي فتحي وقاليو ديانج بيمتازوا شوية بالسلابة الدفاعية ما هتحتاجهم لو بتلعب بتلاتة لكن لو باتنين عمر السلية لازم يبقى موجود ومعاه واحد من حمدي فتحي وقاليو ديانج طيب عظيم جداً ده الناديل آلي أعزي أتكلم معك شوية عن مواجهة الغد يعني يعني مواجهة اليوم خلاص مواجهة ريال مديد ومنشستر سيتي بدورة أبطال أربا مواجهة قواية جداً مواجهة كبيرة جداً عالم كله ينتظرها مواجهة بين بيب جورديولا وأنشروتي الفريق الأفضل تاريخان في دورة أبطال أوروبا ريال مديد وربما الفريق الأفضل حلام في أوروبا منشستر سيتي شايف المواجهة دي إزاي؟ المواجهة صعبة جداً طبعاً المواجهة يعني احنا بنتكلم في فريقين مهيمينين على كل حاجة في الدورة منشستر سيتي متسايد الدورة الإنجليزية وبنشوف عروض رهيبة المباراة الأخيرة يمكن لعب واحد بس قدر يساهم في خمس أهداف هو الفريق في أفضل فتراته وبيكسب المباراة بسهولة كبيرة جداً هيلعب فريق متمرس بخبرات كبيرة جداً لكارلو أنشلوتي يمكن مواجهة كارلو أنشلوتي وبيب جورديولا بتبقى مواجهة ممتعة يعني تاريخياً كده بمواجهة ممتعة لأن مدرب أنا أعتقد أن أنشلوتي بالنسبة لنا من أكتر مدربين الواقعيين حالياً والمدرب المتوازن اللي موجود على الساحة يمكن سيميوني نتكلم أنه هو طرق دفاعية مورينيو طرق دفاعية جورديولا طرق هجومية ويورجن كلوب وهكذا لكن أنشلوتي ما تقدرش تقول هو مدرب بيدافع صرف وبيهاجم صرف هو مدرب متوازن في مدرسة السير أليكس بيركسون وأرسين فينجر والمدرسة القديمة اللي هي المدرسة المتوازن واعتقد دي في المباريات الحاسمة في نص النهائي دي بتبقى ليك أفضلية كبيرة لأن أنت وقت ما تبقى محتاج فريقك أنه هو يدافع وتقدر تدافع وقت ما تحتاج أنه أنت تهاجم وتقدر تهاجم من يمكن بيب جورديولا دايماً مشكلته في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا أنه هو لما بيحتاج أنه هو بيتقدم في النتيجة وبيحتاج يدافع ما بيعرفش يدافع لأنه هو مش بيتعود على الدفاع ضد موناكو شفنا من كم سنة ضد موناكو الراجل كسبان في الزهب خلاص أنت حاسم المباراة ليه بتهاجم وليه بتفتح خطوطك أنت محتاج أن أنت تقفل وتلعب كرة متوازنة بشكل واقعي ليه أهاجم وليه أضغط وأفتح خطوتي دايماً عنده مشكلة في الحتة دي فأنا بشوف المدرب الأكثر واقعية والأكثر اتزاناً في الملعب هو اللي هيكسب وأنا يعني برشح كارلانشورتي بخبرته وبواقعيته أنه هو ممكن يتخطى منشستر سيتي خصوصاً الضغط جديد جداً عايبة منشستر سيتي طبعاً وبيب جوردوها تحديداً طبعاً لم ينجح في الفوز بدورة أبطالة ربما مع منشستر سيتي مع كل هذا الأداء وكل هذا الانجازات سبب أعتقد أنه سبب الأداء السيء لعيبة منشستر سيتي في مراحل نص النهائي ومراحل النهائي في الفترة الأخيرة هو الضغط لا يمكن النهائي اللي فيات ضدت شيلسي لو اتفرجت على المباراة تلات أربعة مرات تقول إن ده منشستر سيتي اللي بيلعب الموسم كله أداء سيئ جداً من كل اللعيبة فردياً سيئ جماعياً سيئ مفيش الجمل اللي بتحسن أول السيزون وده نابع من الضغط نفس الكلام على باريس سان جورمان باريس سان جورمان بتشوفه في المباريات دور المجموعات أو الدوري الفرنسي بيقدم عروض جيدة جداً وبيكسب خمسة وستة وبييجي في الماتشات الإقصائية في دوري الأبطال الضغط بيبقى شديد رغم إنه هو اتعاقد مع العيبة بتتحمل الضغط ده لكن دلوقتي حالياً ما خلاص مفيش حجة للمشاستر سيتي انت خدت الربع النهائي ونص النهائي وصلت للنهائي عندك الخبرة الكفاية إن انت خلاص تاخد البطولة ومفيش أعتقد أي إعزار اللي بيبجوارديولا إنه هو ياخد البطولة سألك عن مواجهة أكيد ليفربول وبياريال يوم الأربعاء هي أيضاً مواجهة على الورق ممكن تحسم لي ليفربول ولكن برضو على الورق بياريال ده اللي خرج جفاندس وباير ميال أنا بحب قناي إمري جداً مدرب جيد جداً ودايماً كورتو يعني آه ممكن الناس ما تستمتعش بيها بس أنا بحبها ليه؟ لأنه مدرب بيبني اللمسة بتاعته في الفرقة أنا بلعب ليفربول أنا يعني لو فرجت على المباراة دي تحديداً ركز كويس جداً فقناي إمري بيعمل إيه؟ في نقطة قوة ليفربول هتلاقيه إنه هو بيقفل على ليفربول لإنه هو مدرب بيقرى الجيم كويس جداً ليفربول مش هيلاقي مباراة سهلة فياريال فريق جيد جداً بطل الدوري الأوروبي في مباريات الإقصائية بيقدم عروض منتازة وأعتقد الدوافع اللي تبقى موجودة عن لعبة فياريال هي دوافع جبيرة جداً أنت في تاريخك كله أقصى حاجة عملتها كان نص نهائي وخرجت ساعتها ساعت ريكلمي والمباراة الشهيرة خرقت لكن أنت دلوقتي أنت قدامك إنجاز تحققه تاريخي لفريقك والمدينة اللي أنت بتمثلها فالدوافع تبقى عند فياريال كبيرة لكن ليفربول شفناها النهاردة ضد إيفيرتون شفناها مباراة ضد إيفيرتون كانت المباراة يمكن شوية نقول إن هي كانت متعقدة في شوت الأول ولامبرد استفاد من تجربته مع مورينيو وركن الباس بشكل كبير لكن رغم كده يورجون كلوب لقى الحلول فليفربول فريق صعب جداً توقفه المباراة هي بقى فيها ندية بقى فيها ندية هيتقهل ليفربول أعتقد هيتقهل ليفربول مناسبة ليفربول حاسن بريميال ليج محشوم من السيتي صعب صعب يمكن آخر مباراة جيرارد أنا متحمس جداً إن المنافسة تستمر لآخر جول ويمكن أنا شايف كده توجه شوية في ربطة الدورة إنجيزي إن المنافسة تستمر لآخر جول الحاكم ضد في المباراة إيفيرتون وليفربول بول تيرني كان فيه شوية كده قرارات أغلبها لصالح ليفربول كان فيه ركلة جزاء شكوك في ركلة جزاء برضو كتريحة لليفربول يمكن القرارات كتنسل معها بصالح ليفربول فهم عايزين حتة إن التنافس يكمل لحد الجولة الأخيرة لأن ده هيضيف للدورة الإنجليزية كتير جداً ليفربول بقى ومنشستر سيتي مين يكسب الجولة الأخيرة لو استمرت ومنشستر سيتي أهبل ستيفن جيرارد أعتقد إن ستيفن جيرارد هو الوحيد في الفرع المتبقية لمنشستر سيتي هو اللي قادر إنه هو يوقف مانشستر سيتي ولو عملها أعتقد إنه هو يبقى كنه حقق البطولة اللي ما قدرش حققها لأي بيان أنا بقى الآن من توتنهام ودام ليفربول صعب أنتونيو كونتي صعب جداً مواجهة صعبة وكمان ويستهام مع منشستر سيتي مواجهة صعبة جداً يمكن هو فيه ثلاث مواجهات متشابهة ما بينهم وفيه ثلاث مواجهات مختلفة منهم توتنهام أنتونيو كونتي كمان هو الرجل التعادل ضد برينفورد فحزوزه في المربع إزهب يبدأ التتأثر وأرسنال فريع عنه مباراة وهو المتقدم حالياً في الترتيب فهيلعب ضد ليفربول بقوة كبيرة وخلاص هو عايز يتأهل دوري الأبطال وده هيساعده في الموسم الجديد إنه هو يحافظ على هاريكان ويقدر يتعاقد مع صفقات كبيرة فمباراة تبقى صعبة جداً يمكن فيه مباراتين للسيتي وست هامو أستون فيلا تبقى صعبة وليفربول أعتقد توتن هام بس هي المباراة لأصحب فاروق شرفت ونوارتك العاد دائما بستمتع بتواجدك معي بشكرك شكراً يا كريم حبيب طيب دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا بشوفكم يا رب على الرقم